راديو وخصوصا ده بيحصل مع البنات يجي حد يشغلها وبحبك والكلام الجميل ده كله وفجأة يختفي وهي تصدق بقى يعيني ففجأة يختفي ويبتدي عقلها مش عايز يستوعب يعني تقعد يعيني تدي له اعذار بقى طب مش يمكن عين طب مش يمكن معرفش ايه فيه كذا نوع فيه اللي بتقعد تدي اعذار كده في دماغها وفيه اللي تقعد تلف حوالين صحابه وتسأل هنا وتسأل هنا وتشوف هو فين وا 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 وفيه اللي بتفضل قعدة في مود انتظار مستنيه كده لما يظهر ويقول لها الكلمتين اللي هما ما اللي همش ايه تلاتين لازمة انا كنت في اللالالند في سفرية مفاجأة فهي حرام عشان مش عايزة تواجه الحقيقة ان هو مش بيحبها وان هو اصلا مش عايز يكون معاها فتبلعل تشتري الكلام بمعنى صح يعني اشتريت الكلمة اللي هي يعني في الحقيقة هو مش عايز يكسفها يعني بيكبر بخاطرها كده وصيبها على الرف طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف ففقرتنا دي وهي فقرة نفسي لو الشخص رجع في حياتك سواء حبيب او صديق ودايما بيظهر ويختفي زي ما قلتلك وكده عشان خلاص هو عارف انه رجوعه دايما سهل انت مسهله الموضوع خلاص بقى انت على الرف كده لما يبقى يفكر فيك فاحنا هنتكلم ازاي ناخد موقف بشكل علمي بشكل مدخصص ازاي ناخد موقف وازاي نصعب عليه عملية الرجوع مش يبقى يلا كده يا حبيبي انا قاعد على الرف مستنية لما انت تتكلمني وازاي كمان نتحرر ونموف اون لانه دي بتبقى خطوة مهمة جدا خلاص يعني لانه اللي عايزك هيوصل لك احنا لسه بنقول مفيش اسهل دلوقتي من وسائل التواصل انت بتتواصل وانت قاعد بكابسة زر زي ما الشوان بيقولوا على الموبايل بتاعك وخلاص فالموضوع يعني سهل حتى يبعت ميسج ده لو مش غول قوي يعني فعايزين نعرف الموضوع الموف اون ازاي تعمل بشكل صحي وسالس وما يبقاش حاجة يعني احنا ضغطين فيها لنفسنا او مش مقتنعين بيها فعشان كده ضفنا اللي منورنا فيه لايف كوتش سادن سعيد اهلا بيك ويمكن تقابلنا من 3-4 شهور لكن انت بتنورنا دايما في سري بشكل نسبي انا مبسطو جدا يا رماه اللي نكون معاك النهاردة وعايزين بقى ان نجاوب على الحاجات الغازي بالظفت بالظفت بصوا يا جماعة يسمعوني كويس كتير او يعدوا بالمراحل دي في حياتهم مفيش حد معداش بشكل من الاشكال العلاقات دي اللي هي بتقال عليها جوستينج دي اه فارجوكوا ابعتوا عشان دي فرصة ان احنا معانا حد متخصص هو لايف كوتش سادن سعيد ابعتوا على الاسم اس 105-3 كل واحد كده اللي محتاج اجابة لسؤاله يبعت يسأل سادن سعيد من خلال الاسم اس 105-3 في سري بشكل نسبي طيب اول سؤال اللي انا عايز اعرفه بقى بعد كام عزر نقدر نعرف لان برضو لازم نعزر الناس التامس لاخيك 70 عزر ماشي طيب طبعا 70 ده مجازة يعني اكيد مفيش حد عنده خلق يستنى 70 عزر بس يعني ما علينا بعد كام عزر نقدر نعرف ان الشخص ده بيتهرب من البنت وحطتها كده احتياطي يعني عدك اللي احتياطي بص يا مها اول حاجة هجاوبلك على السؤال ده بس نعرف هو ليه الشخص بيختفي متعمد الشخص اللي بيختفي متعمد يعني يعني بدون اي اعذار ده بيبقى دايما بيختفي بعد اسعد لحظات في العلاقة يعني بعد مثلا خروجة بعد عشوة حلوة بعد حاجة حاجة حلوة عملها هو بيعمل كده علشان يخليها او يخلي سواء بأ زكر او بنت او ولد يخليها تدمن اكتر تدمنه اكتر ينفذ لها تنفذ له او ينفذ لها طلبات معينة فالنقطة كلها ازاي يخليها تتعلق اكتر فالاختفاء بيخلي الواحد يفكر هو انا عملت حاجة غلط هو انا مثلا صرفت بالتصرف مش صح بلغبط فالتفكير الزيادة في الغياب هو اللي بيخلي الشخص يدمن على التاني هي دي النقطة المحورية في الموضوع ده جابت السؤال بتاعك بعد قد ايه وقت يعني لو شخص اسبوع اسبوعين يعني انت عارفه زي ما انت قلت كابسة زر يعني ده ميسج ده تليفون يعني احنا منهرد تمام هو اسبوع اسبوعين لو اسبوعين فيه تهريك بيحسن فيه تهريك بيحسن مهما كان طبيعة رتم حياة او شغل هذا الشخص يعني فيه ناس بيبقى فعلا يعني طبيعة شغلانة حساسة جدا عايزة تركيز اقاعها سريع ومكسف يعني الراجل فعلا متاخد يعني حتى ساعات لما بيكون متجاوز مثلا مراته تقولك ده انا بشوفوش مثلا فحت ولا برضو ده مش عذر لا اوه طبعا بصي فيه مثلا حاجات مثلا يعني مثلا لو مرتبط بحاجة امنية حاجة فيها ظروف طبيب مثلا ممكن اه طبعا فيه اعذار بتتحطل كده يعني فيه التزام في العلاقة يعني اطمن عليك بتاع عارف انه هو في الوقت ده بيعمل شغله وبيعمل حاجة لكن اختفى بدون اسباب هي النقطة كده اختفى بدون اسباب لا اما تغيب بدون اسباب يبقى اما ترجع تقول مليون سبب انت ليه ليه غب جات لي سفرية مفاجأة لا 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 تسمعي بقى تسمعي حاجات المفاجأات والافلام والدراما دي اه اعرف ان فيه يعني تحوير يعني اكيد احنا كلنا منشوف التحوير في القصص دي فاعرف ان فيه حاجة غلط فلكن اه اه انا عارف ووقت الشغل وموعيد الشغل وظروف الشغل اه اكيد بعضه اسبوع اتنين وبرده مع وقت معين مثلا ومره مثلا شهر بنفس التعامل لا انت كده مهملني كده بتفضل شغلك علي اكيد انا ليه حقوق لما ده انا معك في العلاقة يبقى انا دلوقتي ليه برضو حق انا ليه يعني انا وانت ملتزمين يعني بحدود العلاقة والواجبات اللي علينا في العلاقة والتظن باللاقة هم هم هي دي النقطة طيب يعني ايه اللي بيخلي بقى الشخص يتعامل مع الشخص القدامه سواء يعني بنت او ولد بأنه ضمنه يعني ضمنه في حياته يعني وعنده جدت الثقة دي منين يعني مش قلقين انه هو يخسر الشخص القدامه ايه اللي بيخليه يعمل كده اللي بيخليه تصرف الشخص التاني اللي هو بيقى شكله ايه يعني دايما هو المبادر ماشي دايما هو اللي بيجر وراء الشخص التاني دايما هو اللي بيطلب الاهتمام دايما هو اللي بينفذ اه طلبات يعني يعني انه قولي الاهتمام ما بيتطلبش طب هو برضو مش هو مش بيقرأ دماغك برضو يعني هو لازم تطلب فعلا بصي 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 دايما اي علاقة متزنة فيها رصيد اللي اتنين عندهم رصيد لبعض يعني أنا بديك باخد وبديك ما فيش طرف لو فيه كافة المزام ميلة ان فيه طرف بيدي اكتر من التاني فيه عدم توازن طبيعي لازم حتى لو شخص نفترض ان يتو كويسة هو خلاص عارف ازي واحد نعمة وخد عن نعمة هو ضمن وجودك يعني ايه يعني انا خلاص خدت عن نعمة انا خلاص يعني انت بتعمل زي ما بتعملش انا خلاص عارف انت زي تحفة في المكتب عليها تراب كلما اشتقل التحفة دي هامسح من عليها شوية تراب واجبها شوفها شوية وحطها تاني عارف فضمن وجودك انا نعمة استساغت النعمة اللي هو اتعودت عليها فامت عارف بقى امت النعمة مدغيب هي دي النقطة انك عايز اعرفه وبقى توقف ضمن وجودك افكرك بالنعمة دي لازم اوقف امتيازات اللي كنت بديها لك وابتدي اقننها لحد ما انت تعرف امت تاني ده كلام كبير ومهم وما فيش حد فينا معداش بالتجربة دي في حياته على الاقل ولا ومرة ان ما كانتش طبعا كذا مرة فده حياخدنا طبعا لسؤال تاني وان احنا زي نتعامل مع هذا الموقف لما نوجهه في حياتنا نتعامل معي يا جماعة مش نقوم واخدين الصدمة وقفلين على نفسنا وحطين راسنا في الرملة اشتركوا في القناة